الخلاصة في حلقة نادر شوقي مع الاعلام ابراهيم فاي ان النائب احمد دياب باع وقابض التمن واحمد شوبير لعب في حاجات كتير دو خص اللاعب لما طلع قال ان اللاعب تقريبا بياخد مناشطات وان هو تقريبا هيتوقف من 3 شهور ل 6 شهور وقتال اللاعب اصلا كان محبوس. وطبعا ده امر يا طبيعي لان ساعتها كان مين ماسك رئيس نادي فيوتشر? النائب احمد دياب مين كان ماسك نائب رئيس نادي فيوتشر? كابتن احمد شوبير. ففعلا شابوه للاعلام ابراهيم فاي اللي ما كانش حابب يخلي اي حد يعضي لوع في الكلام لأ انا هسألك السؤال اللي انا عايزه وللمشاهد عايز يسمعه وهاعرف الاجابة بطريقتي انا مش بطريقة كنت. لان انا اللي انا كنت ملاحظوا ان هم كانوا بيحبوا يعني بيتسئل لهم السؤال بيلعبوا كده زي التعبان. في الاخر خالص ابراه فاي قالوا الكلمتين للمتحدث باسم الوزارة. قالوا من الاخر في كذا 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 كذا. اه ولا لأ راح جاي رادد على السؤال. اللي يشيل الليلة كلها هو النادي بتاع فيوتشر. النادي بتاع فيوتشر او نادي فيوتشر اساسا كان مين مسكوا ايميها? رئيس النادي كان ناقب احمد دياب ونائب رئيس النادي كان كابتن احمد شوبير. كابتن احمد شوبير اللي تقريبا اتحطت في خانة مع جمهور النادي الاهلي في خانة وحش. وبعد كده هتظهر. ولسه هنشوف الفترة الجاية ايه اللي هيحصل. وخلاصة الحلقة كلها في الكلمتين اللي انا هنقوم لك دهول. ان اه الاعلام ابراهيم فاي قال انا لو موتت دلوقتي هموت وانا راضي عن نفسي. وان انا كرهت الشغلانة دي. دي حاجة. تاني حاجة. تعال بقى من ناحية تانية على نادر شوقي. نادر شوقي اللي في اخر الفيديو قال انا قبل ما اجي الحلقة دي انا جالي خمسين تلفون عشان ما اطلعش البرنامج. بس انا طلعت وقلت الكلام اللي يرضي زمتي واللي يرضي ضميري من ناحية احمد رفعت لانه هو كان لعب انا الوكيل بتاعه وانا اللي نادماني ان انا وديته نادر شر. بس انا مش عارف بعد ما اطلع الحلقة دي ايه اللي هيحصل بعد كده. ده غير ان المحامي بتاع احمد رفعت لما طلع اتكلم وقال ان الموضوع بتاع احمد رفعت اتفاق مغلط بس لما قد عرفت ان هو كانت نيته سليمة حبوا ان هما يخبفوا له الحكم بتاعه. فزي ما انا قلت في بداية الفيديو ان هناك ابا احمد دياب باع وابض التمن. وكابتن احمد شوبير طبل وراه. وده كله جه. على حساب احمد رفعت. سلام. اشتركوا في القناة